السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حالكم طيبين إن شاء الله والله أدري من زمان طولت خلينا نخش في الزبد على طول في موضوع أنا من زمان أبا تكلم عنه تمام؟ هم طيحين فيه من أيام كورونا بالذات أيام الحجر ما الحجر اللي هو موضوع الطفل الداخلي وصدمات الطفولة طيب قبل لأبدأ إذا أنتم مو مشتركين في القناة فبليز أشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد ومفيد بإذن الله معاكم فاطمة الجاوي اللي ما يعرف دي حين يعرف من دي حين أقول لكم الحلقة طويلة فعلشان ما أقعد أخفرق عليكم أنا مسجل كل شي هنا نوتس عشان ما أنسى شي وبعدين أقول أوه ياريت أني أضفتها ولا ياريت أني قلتها فجيبوا قهاويكم شهاويكم حبشتكاتكم بورقو قلم ياس من جوجي بورقو قلم وبسم الله الرحمن الرحيم خليني بدأ شوفوا أنا مش مشتقلة بموضوع صدمة الطفولة والطفلة الداخلي بس في بولشيت مرة كتير في الموضوع في خطرقة مرة كتير في الموضوع في بولشيت يورا بالعين المجردة فأنا حابة يعني أوضح هذا البولشيت وأبسط لكم الموضوع بطريقة أنكم أنتم تقدروا تستفيدوا منها بغير ما توصلوا لأحد يساعدكم إن شاء الله تقدروا تساعدوا نفسكم بنفسكم بنهاية هذه الحلقة طيب أنا في الموضوع هذا تبع صدمات الطفولة والطفلة الداخلي أنا أستنكر ثلاثة أشياء أول شيء يستنكروا اللي هو أنه في ناس كتير مرة قاعدة تاجر في الموضوع وتستغل ضعف الناس وهم عارفين نفسهم يعني السوشيال ميديا تطرش منهم مرة مليانين فشوفوا هي قاعدة عامة بالحياة إذا شفتوا أو سمعتوا أي مختص يسوي نفسه بيشرح مفهوم أو مصطلح مرتين وثلاثة وإنتوا ما فهمتوا ترمع شركوا مغبياء من جد والله بس أنا بقول لكم من دحين أنه تشردوا وولع طوبلك أي أحد يضيف عامل التشويق والسرية في مواضيع سهلة وبسيطة على طول يجنبوا على الجنب لو فيه مختص بصدمات الطفولة بيحاول يشرح وحسيت أنكم ما رح تفهموا منه إلا إذا اشتريتوا الكورس الفلاني والدورة العلانية من عنده أجروا في الاتجاه المعاكس حرفين والله لأنه ترى أي أحد يقدر يخسبق عليكم مفهوم ويسوي منه كورس كامل متكامل ويقنعك فيه والدليل لو دخلت النت ودورت على أبحاث تدعم النظام النباتي رح تلاقي أدلة ومداعين كتير لو دخلت النت ودورت على ما يدعم نظام الكرنيفور اللي هو لحم مع لحم وكذا برضو رح تلاقي أدلة وزي لما تدخل وتشوف وتلاقي مواييدين لعملات التجميل بتلاقي معارضين وكل من فيهم عنده دليل ترى وبرضو لو دورت على أنه رسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بتلاقي عند المسلمين أدلة ولو دورت أنه عيسى ابن الله بتلاقي عند المسيحين أدلة فالهرجة تقول أنك أنت فأنت تحكم عقلك وهديناه النجدين يعني أنت أي واحد فيهم بتختار هذه وظيفتك أنت تمام؟ هذه وظيفة عقلك ثاني شي أنا أستنكره أنه في ناس مضخمة موضوع طماطط طفولة ومخليين هذول اللي مسمين نفسهم مختصين يستغلوهم للأسف مديين وعاطفين وحرفياً حرفياً أنت بتوصل في المرحلة أنه مختص يقتاتوا على جراحك من الآخر طيب ثالث شي أنا أستنكر في الموضوع أنه عشرات السنين للأسف من أعمار ضحايا صدمات الطفولة بتروح منهم وهم في بالهم أنه أنا لسه ما تشاف عندي الطفلة الداخلي فهذه الناس اللي تهنق هناك مرة كثير تمام؟ وأنه تجربتهم غير عن تجربة كل الناس والذي ألم بها لم يلم بأحد من البشر من باب الكبر استنوا استنوا معي تمام؟ أو أنه على آخر اللي هم أصلاً مهم عارفين أنه عندهم مشكلة الناس اللي في حالة إنكار وفي اللالالاند يعني شوفوا أنا بأكون معاكم مرة شفافة في الموضوع وأشفف شي في الحياة وروح أكتكيكم قصتي مع الموضوع شوفوا أنا من وقت ما ضربت الكورونا 2019 أنا طحت على كمية فيديوهات وسمعت محاضرات واخد دورات بخصوص استشافي من صدمات الطفولة والله العليل العظيم يعني أنا ما أقدر أعدلكم أنا كم ساعة قضيت من عمري في الموضوع هذا إن تقريبا الموضوع استهلك مني أربع سنوات أربع سنوات وأنا مهم طيب يعني كانت عندي مشاكل مو مشكلة واحدة أنا أتذكر كنت جايبة دفتر ومسوية كده عمودين العمودين هذول والله كانوا مليان مشاكل صدمات الطفولة والطفلة الداخل فأنا ما في دورة ما حضرتها ما في محاضرة ما سمعتها كنت أخذ جلساتها في كيك صدمت مع مختصين يعني اللي أكمل معهم اللي ما أكمل معهم اللي أتذكر إنه أنا كنت أحس إنه مشاكلي يعني أنا صلت لمرحلة أحس إنه مشاكلي ما لها حل خلاص ومشاكل فريدة من نوعها وإن أنا خلقت في شيتهول وعشان تنحل مشاكل إنه لازم أطلع من مكاني لكوكب آخر وإنه لازم أبدأ من جديد كنت أحس إنه أنا لازم أتولد من جديد وإنه لازم أشوف لي آهل جدد والله والله من جد ترى صلت لدي مرحلة والله انا اقول لكم انا هنا وصلت انا وصلت تقريبا اني ضربت في موضوع صدمات الطفولة ضربت جدار يعني كده ففترة كده سحبت على الموضوع وطرنشت الهرجة الين حصلت وفاة ابوي يالله يرحمه فاللي ابوي يالله يرحمه كان يوم من الايام جزء من مشكلة صدمات الطفولة انه هي عادة ان تكون ايش متعلقة بالام والاب والاخوان المحيط اللي حولينكم فطبيعي مرة في يوم وليلة كده من غير سابق ندار فجأة انا اسقطت جميع التهم اللي كنت انا حطتها في خيالي ومخليلتي على امي وابوي وسامحت خلاص كله 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 طاح كله طاح انا اكتشفت ان المشاكل اللي كانت في راسي يعني كلها مشاكل سخيفة واللي كان مضخمها الشيطان مو بس كده يعني الموضوع صار بالنسبة لي انه كل شي صاري هون اي صدمة من الصدمات زمان الحقيقية والمي حقيقية هون مقارنة بيني افقد امي ولا افقد ابويه كله كله اختفى كله اختفى كأن شيء لم يكن سبحان الله الحمد لله انا ستيل ترى انه ترى موجودة الموضوع ده حقيقي بس خليكم معي الى خير استحملوني استحملوني طيب ندخل لأهم جرحي من جروح الطفولة وابغاكم تركزوا معي لانه والله العلي العظيم شوفوا ما في مختصين يتكلموا عنها ويعرفوا عنها عادة وهي تكون اصلا يعني اكثر الجذور شيوع لمشاكلنا انكسار رمز الام وانكسار رمز الاب هادي حطوا تحتها ستمية خط احمر فريل طيب عادة المختصين بيسمعون لكم بيوصفون لكم مضادات اكتئاب زي الحلاوة يعني وتعال راجعنا بعد اسبوعين طيب خليني اشرح ايش يعني انكسار رمز الام تلاقوا عند الاولاد يكون متمثل في عدم قدرة الرجل على تكوين علاقات صحية مع الجنس الناعم او العلاقة الحميمية دائما ينظر للمرأة انها جنس وصخ او نجس وموضع مشكوك فيه فما يقدر يتزوج الزواج او الارتباط بامرأة بالنسبة له يكون وضع مؤذي فما يقدر يحب او يستثمر في علاقة مع الجنس الاخر لانه متعود على مشاعر الحياد التشكيك او الكره فيه رجال تقول انها تبغى تتزوج وتتكون اسره وعندها تصور مثالي لصورة الاسرة الناجحة وابغى اسوي كده وابغى اسوي كده يعني اللي يسمع يقول او ما شاء الله يا بختي لا تأخذك لكن اول ما يرتبط بانتايا ويثير الموضوع جدي يشعروا بعدم الارتياح مع هذه الحرمة يعني يحس بتكه اذا لقى حب بغلقه كده ما يقدر ينفسه ينكتم فما يقدر يستمر في العلاقة وينسحب ماذا السبب طيب؟ هو بنفسه ما يعرف يعني ولا يقدر يحطه صباعه على السبب ويرجع بعد مدة يرتبط ويرجع يحس بعدم الارتياح وهكذا فاذا ما ربي فتح عليه واكتشف النمط اللي عنده اللي هو ارتباط انتصال ارتباط انتصال ارتباط انتصال ارتباط انتصال او ارسله احد يعني ربي من فوق سابع سماء ارسله احد يقول له انه ترى عندك مشكلة حقضي حياته كلها بدون عيله حقيقة اكثر شعور يحس فيه المكسور عنده رمز الام اللي هو النفور من الام اذا كانت عايشة موجودة على قيد الحياة وعدم الرغبة بالتواجد معها في نفس المكان يعني دائما نحس انه يجري من امه او انه امه تلاحقه او تتحاول تتلصك فيه يحس انه امه خنقته فاي امرأة تدخل في حياته هي بالنسبة له تكون تريقر له تمام؟ وتذكره بشعوره مع امه بغض النظر عن هذه المرأة لو انها من المدينة الفاضلة ولا كانت من اسفل السافلين وهو في النهاية المرأة هذه تمثل له امه اللي لازم يهرب منها طول الوقت ويعاملها نفس ما يعامل امه او ينظر لها نفس ما ينظر لامه والاسباب من الطفولة كثير يعني من ضمنها ترك الام له في حالة الانفصال خيانتها للأب وجرانا الام للأب سفر الام بعيدا وغيرها طيب نجي الانكسار رمز الاب ويؤثر في البنات عادة متمثلا في عدم قدرة البنت على تكوين علاقات صحية مع الذكور وبالنسبة للأولاد يسوي لهم ترست ايشو اللي هو عدم الثقة في اي احد والمثلية الجنسية يعني هذه البنت المكسر عندها رمز الاب دائما تختار شخص غير مناسب له وترتبط فيه حتى لو كل الناس نصحوها ترتبط فيه وتندم وترجع تنفصل علاقاتها مع الرجال متكررة ترتبط تنفصل ترتبط تنفصل فكرتها على الرجال انهم كلهم خوانوا ولعابين وكلاب وبخل يعني حسب كيف كانت تشوف ابوها مع ان ابوها ممكن يكون اطيب طيبين وسمعة بورلنطة يعني في المكان اللي هو فيه بس برضو ابرز شي تحس فيه البنت الكتمة من التواجد مع الاب في نفس المكان والنفور وانها تبغى تشرد من ابوها يعني ابوهم يعني مرة صعب علينا ان تطلب من ابوه ان يوديها مشوار يعني ما تقدر تتواجد معاه في نفس السيارة وفي نفس المكان يعني تجيها الكتمة والغلقة هذه بعدين نجي لرقم ثلاثة اللي هو اللي يكون انكسار رمز الام ورمز الاب مع بعضين الشخص هذا رمز الام عنده مكسور ورمز الاب عنده مكسور بما انه دائما وابدا الام والاب موجودين في الصورة فهذه الصدمتين هي الاساس والجدر ليغلب المشاكل الاخوان والقارب العيلة الاصدقاء والبيئة كمان مصدر مسبب لصدمات الطفولة هذه ابرز الصدمات اللي اتعرض لها الطفل من صغره فسووا سكرينشات وأقروها على مهلكم طيب ايش ابرز اثار صدمات الطفولة التدمير الذاتي اللي هو يكون عندك عيلة جميلة وظيفة مرموقة سيارة فاخرة اصدقاء اوفياء اشياء يتمناها الكثير وتتصرف بطريقة تدمر فيها هذه النعم لحد ما توصل لمرحة انك تخسرها جميعا اذا شخص اصلا لسه ما عنده هذه الوظيفة الجميلة ولا البيت الجميل ولا الزوجة الرائعة من طرق التدمير الذاتي انه هو يدمر اي طريقة ممكنة للحصول عليها يعني مثلا مثلا يكون عنده ترقيه هو يستحقها يقوم مثلا لا يروح المقابلة تبع الترقية مثلا يكون عنده عشان يحصل الترقي هذه فيه اختبار لازم ياخده يقوم يطنش ما يروح الاختبار موعد استلام وتوزيع الوحدات مثلا بكرة يطنش ما يحط المنبع مثلا عشان يصحى يعني يدمر اي طريقة تمكنه من الحصول على حياة او منزل او شيء جميل بسبب انخفاض الاستحقاق عنده والسبب انك تحس انك غير مستحق لهذه النعم بسبب انك انت متعود على لايف ستايل اقل كنت مفتقد المال كنت مفتقد التقدير من النشأة كنت مفتقد للصحبة اثر اخر اللي هو الاحساس الدائم بالوحشة والوحدة حتى مع وجود الاهل ولا الاصدقاء يعني تلاقيه من عيله ما شاء الله من كثرتهم يسدوا عن الشمس بس دائما يحس نفسه وحيد ومستوحش ولا عنده اصحاب من كل رجل قبيلة بس دائما نحس انه وحيد ولما نطيح بمشكلة يكون لحاله وشوره دائما من راسه يعني ما ما يستفيد من الكثرة هذه اللي حولينه وهذا الشعور نابع من فقدان الثقة بمن حوله والاسباب قد تكون تعرض للتنمر في الصغر او الخيانة من الام والابو او تخلي احدى الوالدين عنهم او اختفاءه فيه كمان اثر منتشر مرة كثير انا مرة ملاحظته شخصيط الضحية اللي دائما يتكلم يقول انا مظلوم انا غير محظوظ اخواني ظلموني المدير حطط عينه علي انا ما احد شايفني انا ما احد سامعني هذول عارض ان اتعرضوا للإهمال في الصغر او الدلالة الزائد الذي افسده كل شيء وخلاص يعني يصيروا الناس غير غير شاكرين غير ممتنين يعني مهما تعطيهم يجهدوا هم ما يعجبوا العجب والله الصيام فيه كمان اثر اخر اللي هو ادمان العلاقات وتعدد هذي انا بشوفها مرة كثير اللي هو يعني يعرف لكم كمية شباب وبنات ما يقدروا ينزل السماعة من اذانيهم دايما في احد في اثنين في ثلاثة في اربع يتكلموا معاهم لك 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 يعني ان هذولة عادت هنتعرضوا للإهمال من الوالدين شوفوا هذي ابرز اثار الصدمات برضو سووا له سكرينشوت واغروها على مهلكم نيجي للدسم هنا اضايقوا مجيبوا الورقة والقلم قلت لكم انا يعني والله ماني مستهترة بالموضوع بس الموضوع ترى ما اخذ اكثر من حقه يعني بزيادة ف نيجي لطريقة العلاج بابسط الطرق ببلاش ان شاء الله باذن الله اذا انت عندك النية وعشان ما حد يطيح في فخ ودوامة صدمات الطفولة اه ايه وقعت فيها الحمد لله لدي هادانا لها المهم اولا لازم يكون عندك القدرة على ملاحظة ما بك من سوء سواء بمراقبة النفس انه وهذا قلة من الناس انه ربي يفتح عليهم يبصرهم في انفسهم ان يقدروا يلاحظوا يشفيع في عيوبهم يعني او انك تسمع للاخرين سواء بتقبل النقد او النصيحة وتقبلوا النقد والنصيحة دي الايام يعني مراه صعبين اول شي نادرا ما تلاقي حين يتقبل النقد ثاني شي اصلا نادرا ما تلاقي حين ينصح بدي الايام حقيقة يعني قوم منوح لما قال فيهم واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا انك انت تعرض عن السمع تمام وانك انت تعرض عن انك تشوف اللي قدامك اللي بينصح اكتر هذا نوع من انواع الكبر هذا راح نرجع له فهذول الناس اللي يجوك انصحوك لا توليهم ظهرك واخذ بالنصيحة لانه صار ترى محد ينصحك ببلاش وكله يجيك من باب ادفع تنفعني وانفعك لما انت حدد المشكلة لمزعجتك وهذا لازم سبحان الله يكون نابع منك يعني انا فاطمة لو كنت مثلا بروفسورة في الكوتشنج وصدمات الطفولة واعرف انه فيك بلى وانا شايفته واعرف ان انا اقدر اعالج واقدر ان اقدر اساعدك وجيت قدمتلك المساعدة وحاولت معك اي كنات فكسيو ما راح اقدر اساعدك اذا بدا الشي ماهو نابع منك تمام؟ لانه ببساطة انت مش مدرك انه فيك بلى يعني ولا يغيروا الله ما بقومين حتى يغيروا ما بأنفسهم فطيب اشتي سيب بعد معرفة المشكلة؟ ثاني شيء الاقرار والاعتراف بالمشكلة انا اعترف اني اكره امي انا اعترف اني اكره ابوي انا اعترف اني انا اشعر بالعار من اهلي انا اعترف اني انا عندي مشكلة التخبيب انا اعترف اني انا عندي مشكلة التحذيب بين الناس لازم تعترفها اغلب الناس في مجتمعنا مؤمنين وموحدين يعني ما يظلموا الله سواء كفور شرق نفاق ولا يظلموا غيرهم يعني بس يظلموا نفسهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هي صيغة اعتراف بأني أنا يا ربي ظلمت نفسي أنا يا ربي ظلمت نفسي فبمجرد ما تعترف أنه أنت يا رب أنت ظلمت نفسك على طول بعدها يقول الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سبحان الله أول ما تعترف بتتسخر لك أدوات الشفاء على طول خطوة رقم ثلاثة لازم يكون عندك إيمان قوي أنه هذه حياتك وهذه معركتك الخاصة وأنك أنت الوحيد القادر على إنقاذ نفسك بعد الاستعانة بالله وأنك تحط النية وتطلب الهداية من الله نشوفوا إحنا دائما 17 مرة في اليوم نقرأ سورة الفاتحة وما نحس فيها والردد إياك نعبده وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يعني هذه لو نستشعرها بقلبنا سبحان الله تتغير أشياء فينا مرة كثيرة يعني يا ربي أنا استعين فيك في حركاتي وسكناتي في ليلي ونهاري قيامي وقعودي بمجرد ما إنك تدخل في مود أنا لازم أستعين بفلان وعلتان عشان يساعدوني أنت كده أعرف نفسك يعني أنت حتوحق في الموضوع لمدة أطول يعني أنا ما أقول لا تروح لأحد ولا تستشير أحد بالعكس بس أقول خلي إيمانك بالله قوي أنه رب العالمين اللي أنت هذا متعلق فيه أتعلق في الله لا تتعلق في عبد الله هو إن شاء الله بإذن الله اللي راح ينتشلك من صدماتك اللي أنت فيها رابعا تجربة الحلول التالية عندي كم حل أمكن كده ستة حلول فنبدأ بأول حل اللي هو النظر في الموضوع من بعيد أو من خارج المشهد يعني كأنك في قمة وتنظر للمشهد في القاع كأنك كده من أعلى الجبل يعني مثلا مثلا لو أنا وبنات عمي يعني دائما نغير من بعض وبيننا مشاكل وناغر ونغير ومكايدات ودائما نحس أني أنا أقل منهم وأنهم أحسن مني وأن أنا قد ما أسويت ما راح أوصل لمواصيلهم لو جاء أحد من بره يتفرج علينا كده أنا وبنات عمي كأننا مسلسل أسأل نفسكم مين إحنا أنا وبنات عمي لهذه المشاهدين لو أنا مثلا قبيلت السنافر يعني إيش يقولوا عننا المشاهدين وإحنا بنكايد في بعض والناغر في بعض يعني كيف صورتنا قدام الناس هل الهرجة ولا العركة محرزة اللي إحنا قاعدين نتعارك عليها بعد شهر محرزة بعد سبوع محرزة بعد سنة محرزة بعد خمس سنين بعد أقدم من الزمان الفحص واللحص هذا كله محرز اللي إحنا قاعدين نتفاحص فيه المهم أباكم تطلع نفسكم من المشهد وتتفرجوا وتكتبوا ملاحظاتكم ثاني حل تجنب تضخيم الأمور هنا 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 لعبة الشيطان أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين مع أن الطين أهمية لا تقل عن أهمية النار يعني بس شوفوا تضخيم المواضيع شوفوا الكرة الأرضية قبل مشكلتك وبعد مشكلتك هي نفسها ما يتغير شكلها تمام؟ لو يصر لك اللي يصر لك من محن ومصائب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت واللي يشوف مصيبة تغيره وتهون عليه مصيبته يعني لما تصر لك مصيبة أطلع برة قوقعتك من جد والله وأسمع لمصائب الناس ترى راح تعرف وقتها إنه قد إيش ربي لطف فيك حتى في مصيبتك لما نصر لك مشكلة عادت أن الشيطان يتبكن منك ويستغل نقطة الضعف اللي فيك ويبدأ يوسوس لك أنت في مصيبة شايف كيف لو ربي يحبك ما كان حطك فيها تبدأ أنت تسأل لدرجة الشك بالقضاء والقدر إنه ليش أنا يا ربي أنا يا ربي ليش يا ربي ليش يا ربي أنا ليش يبدأ الأسئلة دي المهم فيبدأ الشيطان يفهمك ترى المصيبة اللي صارت لك أعظم شيء في الدنيا وترى ما في مخرج وترى ما في أمل ولا في عمل ويلا نعزل ونكمش ويدخلك في دوامة أنا الوحدي وأنا سابوني وأنا وأنا وهذا وحده وحده من مداخل المذهبات الأقل نسأل الله السلام والعافية يعني يوسوس لك أنت في مصيبة جرب عشان تنسى بينما الموضوع من الله قد يكون تذكير لك بأن تتقرب إلى الله زلفة بس إحنا بشر يعني وننسى إنه الله أكبر وننسى إنه الله أعظم يعني بالله كم واحد صارت له مصيبة وساء نفسه يعني يا ترى إيش الشر اللي ربي دفعه عني بهذا البلاء إيش الشر اللي ربي حماني منه بهذا البلاء يعني إذا حتى في الموت سبحان الله في رحمة ولطف من الله يعني لما أبويا مات أبويا الله يرحمه ومات بصحته وعافيته بس للآن يعني أصحى من النوم وأحس بنفس ألم الفقد يعني كأنه دوبه صاير وأحس أحيانا إنه كني أنا لسا تني في حلم يعني فأنا دائما دائما لما صارت صار الموضوع كنت أسأل نفسي يعني ليش أبويا يعني ليش كده بدري وليش فجأة طب أنا لسا صغيرة طب أنا لسا ما قضاء يعني ما مداني أقضي أوقت معاه طب أنا لسا ما خلص لستة الأكتيفتز اللي كنت أسويها معاه اللي سبحان الله وصلت لمرحلة أمنت بأنه يعني أنه أبوي خلاص اللي أدى الأمانة اللي ربي نزل في الدنيا هادي عشانها وخلاص أنقضت يا ربي أخذ أمانته الرجال انتهى يعني انتهى من أي مهمة ربي كان كاتبها له وبعد سبحان الله اللي صاير في غزة صرت أقول الحمد لله يعني أنا أبوي مات جثة وحدة مش أشلاء أنا أقول الحمد لله أنه أنا أعرف أبوي كيف مات ومتى مات وفين مات أنا أعرف مكان قبره أروح له أقرأ الفاتسحة أروح أزوره يعني مو زيارة زيارة من برد المهم ثالث حل تسخيف الأمور من أصلها في آية تقول إنما الحياة الدنيا لعب وله إحنا ليه ما نستغل للآية هادي مع مشاكلنا ما قد تسمع تحد قلي إنما الحياة الدنيا لعب وله أمبسطي يعني تقطقي فمثلا أنا أعرف شخصية أمي ناقدة لازم أمي تنتقد شيئا ما في يومي هات تمام حصل أني أنا أكون الشخص هذا اللي أمي تنتقده أنا منبه أمي ومرة قلت لها قلت لها أمي ما تلاحظني أني كنتي لازم تنتقدي حاجة وبدل المرة نبهتها ألف أنا مرة صوت معها تحدي قلت لها أمي كم اليوم في الشهر قلت لليوم عشرة في الشهر قلت لها أسمعي نهاية الشهر وأنتي ما انتقدتيني بعطيكي مسمة ريال والله ما خلصت المكالمة إلا وهي منتقدتني فخلاص هذه شخصية أمي تقبلها زي ما هي ما رأي حقدر أغيرها من أكثر تضحك وعفل في الموضوع يعني it's okay أنا مبسوطة أني أنا وصلت من دي المرحلة لأن الأشياء اللي كانت الزمان تزعجني دحين funny يعني خلاص أضحك ومشي يعني طيب رابح حال عندي هو سؤال ماذا لو أجلس مع نفسك كده وأسأل نفسك لو أنت عندك مشاكل مع أمك عندك مشاكل مع ابوك عندك مشاكل مع أحد من أهلك مع صدقاءك ماذا لو فقدت والدي اليوم إشي اللي كنت حسوي معه إشي اللي كنت أبغى أسوي معه وما قدرت أسوي معه إشي اللي كنت بتمني يعني أسوي ماذا لو فقدت أمي هل بيكون الوضع أحسن إيش الكلام اللي أنا أحتاج منه إنه هي تسمع نيش الكلام اللي أنا أبغى أقوله لسه إيش الكلام اللي أروح أقولها هو ماذا لو كنت يتيمة الوالدين كيف حياتي بتكون؟ هالحيات بتكون أفضل من الحياة دي اللي أنا عاشتها؟ طب ماذا لو كنتوا لقيطا مجهول الأم والأب هالحياتي بتكون أحسن؟ هالطفولتي أفضل من طفولة نبي الأمة اللي نولد وعاش من غير لا أم ولا أب طب هل حياتي أفضل من سيدنا يوسف اللي إخوانه رموه في غيابة الجب وجلس فترة طويلة لين ما لقى أخوانه وأبو أسئلة والله تبي كونسدرد الواحد يفكر فيها وضعك دحين أحسن ولا فكر خامس حل والغلط اللي يقع فيه 99% من طلاب مدرسة صدمات الطفولة لا تهنك في المواضيع حالة صدمات الطفولة طيب إنت عرفت أنه عندك صدمة طفولة إيش اللي بعده لا تفحط لا تقول لي أنا لازم أفهم الرسالة ليش يا ربي صاير فيني كذا إيش معنى أنا ليموا بنت الجيران ليموا ابن الناس ترى هذا 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 كذا التهنيقة هذه هي اللي ودت ناس كتير في دهية والله أنا كنت منهم يعني ملازم تفهم الرسالة في كل الأزمان الغلام الذي قتله الخضر ترى ما يعرف أبواه ليش انقتل أنا وإنت بس اللي نعرف السفينة التي خرقها الخضر ما يعرف أصحابها من خرقها وليش انخرقت أنا وإنت اللي نعرف طب ليش أنا وإنت اللي نعرف هم ما عرفوا ترى ما قالوا كده خلص ولا تأسوا على ما فاتكم داي الأقدار وتجري فيها عنتها ولا تبيتن إلا أنت خالي البال اللي صار صار ولا تزر وزرة وزرة أخرى سادس حل السماح بالرحيل اللي يجرب كل الخطوات السابقة اللي أنا ذكرتها تمام وما نفعت معاهم أي طريقة من هذه الطرق والله 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 أقولها وأنا مش ندمان عليها غالبا 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 يكون في قلبه كبر وجنون عظمة يس يكون في قلبه كبر وجنون عظمة يمكن أنا أول واحدة أقول لكم دا الكلام أنا أتقلي وما صدقت عادي فزي ما مشيت علي حتمشي عليكم شوف فكر أنت ليش شايف نفسك على اللي حولك سواء أمك أبوك أخوانك ليش عندك شعور العار من الوالدين أو من الأهل وليش ما أنت شايف أنهم يستحق أنك أنت تسامحهم طيب أنت أحسن منهم فيش ممكن وظيفتك ممكن منصبك ممكن علمك ممكن شهادتك ممكن مالك ليش ما أنت قادر تعدرهم ليش أنت ملاكهم وعفاريت في نظرك شوفوا هدول الناس والله العلي العظيم أنا صدقا صدقا أمصحكم منكم تدخلوا على تفسير صورة البقرة للدكتور أحمد عبد المنعم تلاقوه على كلاود وتلاقوه على اليوتيوب أسمعوا قد ما تقدروا من تفسير صورة البقرة لأن صورة البقرة وبنوا إسرائيل يعني هي عبارة عن بنوا إسرائيل والكبر وسيدنا موسى عليه السلام لازم تتعلموا أن شوكة الكبر هذه عندنا لازم تنكسر لكي تقدر تعيش في سلام والله العلي العظيم مع نفسك سلام كده سبحان الله مع نفسك بمجرد ما تتخلص من مشكلة الكبر وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي؟ قال إنها يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة سفراء تسر الناظرين فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا وإننا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون إنه ذبحوها بس أصلا يعني إيش؟ ما كادوا يفعلون من إيش؟ من إيش؟ كبر كبر في نفسهم هذا إيش وهذا إيش وهذا من إيش يعني؟ من الكبر سبحان الله ليش لا يدخل الجنة من كان في قلبي متقال ذرة من الكبر؟ فكر ليش؟ ليش وجبت علينا مجاهرة النفس مع الكبر؟ لأنه ترى مرة مرة سهل ومرة مخيف زي الشرك والرياء موجود حتى في الهواء يعني تخيل قد إيش خلال يومنا الواحد يمر علينا الكبر؟ يعني خلينا نقول لكم مثلا مثلا أنت ربي أكرمك وطلعت سيارة جديدة أقصاد وكالة كاش جاءت الإشارة ووقفت بالسيارة وجنبك في أحد سيارته أقل من سيارتك إلا أنت راكبها ينين لو ما أنت راكب الرولز راكب أي سيارة بس وضع سيارتك أحسن من وضع سيارة إلا جنبك سبحان الله سبحان الله في لحظة ما ممكن الشيطان الشيطان يدخل الكبر في قلبك أنه ترى شوف ترى سيارتك أحسن من سيارة التافية الفقيرة الحقير هذا يعني تخيلوا في يوم من الواحد قد إيش قد إيش ممكن يكون الكبر مرة سهل أنه يتغلغل في قلبك فاللهم إني يعوذوا بك من الكبر يعني هذا من دعاوي من أذكار الصباح والمساء طيب شوفوا بقول لكم بالنسبة للناس اللي عندهم انكسار رمز الأم والأب هدولة كيف لازم تفهموا الموضوع أنه سبحان الله أنه الشيطان يجي يلعب لعبة في ذاكرة الحسنات اللي هو يعني ما يذكرك بالشي الحلو اللي صار بينك وبين أهلك دايما يذكرك بالشي الوحش يمسكك خط يمسكك خط كفر النعمة وكفر العشير بس يذكرك بالأحداث والمواقف السلبية اللي صارت لك مع أمك وأبوك يوصلك لمرحلة أنك تعامل أمك وأبوك ند لند يعني كأنهم صحابي قالوا لي كلمة أرود عليهم بعشرة زعلوني أزعلهم زي ما يسووا لي أسوي لهم يعني أنا محد يدوس لي على الطرف والذي يطشني بالموعية يطش بالدم يعني وأنسى من رباني ومن علمني ومن سوالي الأشياء هذه اللي من غير مقابل يعني أصلا وأنسى أن أمي وأبوك أصلا وبذاتهم يعني مليانين صدمات الطفولة يعني إيش اللي يخليني أفكر أنه أنا بس مليان صدمات الطفولة وأمي وأبوك ما عندهم شيء ما شاء الله تبارك الرحمن هذا ماذا؟ كبر يا حبيبي هذا كبر هذا لي أمك وأبوك أعطوك أحسن ما عندهم وأفضل شيء يقدروا عليك ولكن أنا لا 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 ما همني إلا أنا وصدماكي ومن بعض الطوافان يعني توس فيهم ولا أعطيهم عذرهم أيضا من باب الكبر عليهم يعني شوف نفس عليهم بعلمي ولا شهارتي ولا منصبي هم ما يفهمهمهمهم جاهلاهمهم لو كلاس شوف ما تريح راسك يعني لثما هم أحسن ما عندهم أعطاك لو في يدهم يطوك كيبادهم وأكلاويهم لو احتجتهم ويطوك هيهم من غير مقابل أنا في أعنالوجي وفي تشبيه ساعدني مرة كثير سبحان الله يعني ما أعرف أنا من فين جبتوا ما أعرف فين نزل علي ما أعرف من فين ربي فتح علي بس بس زي ما ساعدني إن شاء الله بإذن الله يساعد الناس فيكم مرة كثيرة يعني لهو أنولوجي أو تشبيه المشلول عند دحين شفت إنسان معاق من ذوي الحتاجات الخاصة على كرسي مشلول عنده شلل عنده شلل هل بتيجي يوم من الأيام بتطلب من الشخص هذا أنه هو يقوم يرقص لك لا جواب لا ليش لأنك أنت عارف إنه ما يقدر إنه لو في مقدرته إنه يقوم يرقص لك كان قامر يرقص لك لو مقدرته إنه هو يصفق لك كان يصفق لك فهذا الشي اللي صير مع أمهاتنا وآباءنا اللي يقدروا عليه عطوكم هو اللي بيقدروا عليه بيعطوكم هو إذا ما أعطوكم شيئا ما فما بيقدروا يعطوكم هو خلاص من فين يجيبو لكم هو كثير مننا يعق والدي بالشرور مو بس في المعامل يكرههم يتأفف منهم في سره ينزعج منهم يروح يشتركهم على أصحابه من أفعالهم يعني بدل ما يواجه أمه وأبو اللي يكلمهم بالحسنة وما يقول لهم شيء يعني أو يتصرف لهم بعكس ما يبطن ولا تقول لهم أفن ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريمة إحنا نشيلها ونرمي بذي الآية عرض الحائط وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة ينسوا نفسنا كأننا حديثي أهد بالإسلام يعني وما نشوفها ولا نتدبرها أنت تعرف أنه حتى بنوا إسرائيل ربي وصاهم ببر والديهم يعني بنوا إسرائيل المشهورين بالكبر والعتو والصد والإعراض وقتل الأنبياء بغير وجه حق أمرهم بيبر والديهم سورة البقرة وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إلى تكملة الآية شوف فين تلف فين تدور ما في أحد بعد رب العباد أرحم منك فيك وزي أمك وأبوك 99% من الآباء والأمهات ما يبغوا شيء من أولادهم ترعوا بالمقابل لا مال ولا منصب ولا سلطة ولا جمال ولا واستو ولل 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 شئ ترى اللي يبغوا من أولادهم المقابل موجودين وموجودين الآباء والأمهات السيئين وموجودين اللي يربو عيالهم وموجودين اللي يعنفو وموجدون اللي يهربوا ويتركوا عيالهم فيه 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 إحنا مش في جنة ولا إحنا في يوتيوبية ولكن ما ربي نزل سيدنا آدم يعني على الأرض بس الغالب 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 تسعة وتسعمل المئة ترى إنه ربي يلقي المحبة في قلب الأم والأب على أبنائهم للأسف للأسف فيه بنت في الدوام تمام؟ هدولة مرة كتير يعني يعني هي مستعدة تروح بدعي وتجيب لي مديرها كاستا القهوة بسبوها يطلبها برات شاهي ما تسوي وتناحله تقول أبويا يعاملني كأني خدامها وفيه بد تطلع تصاحب فلانو علتان وطلع معهم وتتمشى بس أم وابوها تشوف إنه إيش فيه في خواطرهم لا 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 أهلي نكاديين يعني فيه ولدي فرفر بزميلته في الويت انت تمام؟ يفتل فيها مدري فين بس يروح يودي أم والخياط اللي لسانها الدلدل عليه ما يوديها موامي متطلبة أمي مشاورها كتيرة ما تخلص طب أمهاتنا وبهاتنا ترى أولى بهذا البر من الغريب يعني بس لا 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 الشيطاني فهمك إنه زميلك ولا صاحبتك ولا صاحبتك فيه فائدة مستردة اللي هي الونسة وسعة الصدر ولا السلم الأضيفة مثلا بس أمك وابوك ما فيه فائدة مستردة يعني فيه ناس من كثر ما هم عايشين دور الضحية والتضخيم هذا يتخيلوا قصص وأحداث إنه والديهم يقمعوهم يعني يبدوا يفضفطوا للناس إن أبوي سوى لي كده وأمي سوت لي كده يعني شيء حقيقة والله العظيم من خيالهم ولا صار أصلا على أرض الواقع ويلقوا ترى الناس اللي تتعاطف معاهم ويلقوا لي يقولوا لهم ترى علاقة كثير متوكسيك وسامة يعني أطلع من بيتها لك شوفي لك صرفة يعني وزي ما فيه شياطين جين ترى فيه شياطين إنس طيب آخر شيء بقوله خلال رحلة التعافي من صدمة الطفولة لا اسم أحد يقول رددي مانترا تمام؟ يعني أنا ما نعرفه من فين جايبين المانترا أصلا هي أصلا من البوذية يعني من اللي ما دخل إسلام قلبهم أنا قوي أنا عظيم أنا أسد أنا قطوة أنا كلب نعم نعم إحنا الحمد لله رب مكرمنا بالإسلام وفيه أشياء كثيرة مفروض نرددها إن الله لطيف خبير فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ليس لها من دون الله كاشفة هذه الأشياء اللي إحنا أولى فيها كمسلمين إحنا نرددها شوفوا أنا والله مش مختصة في صدمة الطفولة ولا عندي شهادة ولا شيء يعني بس الحمد لله اعتبر من الناس اللي شخص فتح الله عليه وتاب الله عليه ومريت بمواضيع يعني ومواقف بالخصوص زيما ذكرت إذا فيه أي سؤال بخصوص صدمات الطفولة اكتبوه في الكومنت إن شاء الله يعني أسوي لكم كده حلقة ونرد عليه سوا صدقاً صدقاً أنا أتمنى إنكم استفدتوا إن شاء الله رب تكونوا استفدتوا لا تنسوا تشاركوا الحلقة هذه مع الناس اللي واقعين في فخ صدمات الطفولة لا تنسوا تشاركوها مع الناس اللي همكم أمرها واللي هم مهتمين أصلاً بالموضوع هذا إذا عجبتكم الحلقة وتبقوا نكمل في المحتوى هذا أعملوا لي لايك وسبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إلا أنت استغفرق وتتوقي لك Love you Bye